أفدت مصادر أوكرانية بأن أوكرانيا خسرت أكثر من 40% من أراضي منطقة كورسك في روسيا بينما تسيطر الآن على 800 كم مربعة هجمات مضادة روسية وبحسب مصدر في هيئة الأركان الأوكرانية تمتلك روسيا نحو 59 ألف جندي على جبهة كورسك ولتزال الوحدة الرئيسية المكونة من 11 ألف جندي كوري شمالي في مرحلة التدريب هذا وقد قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن ألاف الجنود الكوريين الشماليين سيدخلون الحرب في أوكرانيا قريبا دعما لروسيا يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد موسكو بأن صواريخها الفرد صوتية قادرة على استهداف كامل أوروبا على خرار صاروح أو عفوا على غرار صاروخ أوريتشينك الحرب في أوكرانيا يبدو أنها بدأت تدخل مرحلة جديدة منذ بدء كييف استخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي بعد تلقيها الضوء الأخضر بذلك من واشنطن وبعض حلفائها الغربيين عاد عن التلويح باستخدام السلاح النووي وتعديل العقيدة النووية تواصل روسيا استعراض قدراتها العسكرية وتؤكد استعدادها لمواجهة ما تقول إنه تهديدات من حلف النيتو ويبدو أن صاروخ أوريتشينك الفرد صوتي الذي استخدمه الجيش الروسي لأول مرة لضرب دنيبرو الأوكرانية حمل رسائل واضحة للدول الغربية بأن روسيا قد تذهب بعيدا في المواجهة أمر أكده الرئيس فلاديمير بوتين الذي أشاد بالسلاح الجديد وقدراته على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا عاد عن ذلك يبدو أن موسكو تعول حسب تقارير غربية على حليفتها كوريا الشمالية لتحقيق تقدم ميداني على جباهات القتال وزير الدفاع الأمريكي لويت أوستن يؤكد أن آلاف الجنود الكوريين الشماليين سيدخلون الحرب ضد أوكرانيا قريبا من بوابة كورسك الروسية هناك حوالي عشرة آلاف جندي كوريين شمالي في منطقة كورسك ويتم دمجهم في التشكيلات الروسية وبناء على ما تم تدريبهم عليه والطريقة التي تم دمجهم بها في التشكيلات الروسية أتوقع تماما أن أراهم منخارطين في القتال قريبا ورغم التهديدات الروسية الجديدة بالتصعيد فإن أطراف الغربية تقلل من أهمية تلك التهديدات وتؤكد أن أنظمتها الجوية قادر على مواجهة الصواريخ الروسية أما أوكرانيا فما زالت تطالب حلفاء الغربيين بتزويدها بأحدث منظومات الدفاع الجوي خاصة بعد الهجوم الروسي الأخير على دنيبرو معنا للمزيد من التفاصيل حول هذه الأراضي التي تقول مصادر بأن كيف خسرتها عامر العروقي في كيف ماذا لديك عن هذه القضية عامر هل من تأكدات رسمية على ما يجري نعم فضيلة لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي حول خسارة أوكرانيا 40% من الأراضي التي تسيطر عليها في منطقة كورسك لكن الرئيس زيلنسكي قبل قليل قال بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى مهلة إلى أي قبل تولي الرئيس ترامب بأن يتم إخراج كل القوات الأوكرانية من منطقة كورسك أي أن الرئيس بوتين أعطى القوات الروسية مهلة إلى 20 يناير المقبل بأن تكون قد انتهت صفحة منطقة كورسك من الحرب الأوكرانية وربما هذا التصريح هو أقرب لبعض المصادر التي تحدثت أن القوات الأوكرانية خسرت 40% من الأراضي التي تسيطر عليها في منطقة كورس خاصة وأن الجيش الأوكراني اليوم أكد بأن القوات الأوكرانية تسيطر على 800 كيلو متر في منطقة كورس وفي وقت سابق قال الرئيس زيلنسكي بأن القوات الروسية استعانت بـ 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة كورسك لمساعدة القوات الروسية في هذه المنطقة لصد كل هجمات الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الجيش الأوكراني أيضا اليوم وفقا لمصادر له قال بأن القوات الأوكرانية نفذت هجمات باستخدام سواريخ بعيدة المدى أصابت أهداف في منطقة كورسك مما أدى إلى مقتل 500 جندي كوري شمالي على الأقل وبالإضافة إلى 19 جندي من الجنود الروس في منطقة كورسك على ما يبدو وفقا لهذه التصريحات بأن المعارك في منطقة كورسك على أشدها بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني خاصة وأنها تنعكس بشكل كبير على واقع المعارك داخل أوكرانيا وتحديدا في منطقة دانيتسك خلال بيانات الجيش الأوكراني التي تصدر تباعا خلال هذا اليوم أفادت بوقوع 193 اشتباكا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية على طول خط الجبهة وأن ثلثي هذه الاشتباكات كان في منطقة باكروفس وأن القوات الروسية تتجه صوبة ثلاثة محاول لصد كل الهجمات الأوكرانية لكن وفقا لبيان الجيش الأوكراني فأن القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات الروسية على طول خط الجبهة في منطقة كورس وفي منطقة كوبيانسك وأيضا في منطقة باكروفس في مقاطعة دانيتسك أما فيما يخص الهجمات الجوية الليلة الماضية لم تسجل العاصمة الأوكرانية وعلى غير العادة لم تسجل لدخول طائرات مسيرة أو حتى غارات جوية طيلة الأشهر الماضية كانت العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجمات باستخدام الطائرات المسيرة وكذلك المدن الأوكرانية لكن الليلة الماضية لم تسجل العاصمة الأوكرانية أي من هذه الهجمات فقط وقعت هجمات في جنوب أوكرانيا مثل منطقة زبريجيا أفادت الإضاءة العسكرية والمحلية في هذه المنطقة بسقوط قتيل جراء هجوم روسي باستخدام المسيرات سقطت هذه المسيرة لأحدى المنشآت الحاوية في منطقة زابريجيا كذلك الوضع كان مشابها في منطقة سومي شمال أوكرانيا حيث أفادت الإضاءة العسكرية والمحلية بتضرر إحدى المباني السكنية جراء سقوط إحدى الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية شكرا لك عامر العروق في كييف كشف حلف النيتو بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بحث مع الأمين العام للحلف قضايا الأمن الدولي بينما قالت مصادر بأن اللقاء بحث الحرب الأوكرانية المستمرة وقضية الإنفاق الدفاعي لأعضاء النيتو يأتي ذلك في وقت رجحت فيه مصادر بأن يعين ترامب مدير مخابرات سابق مبعوثا خاصا إلى روسيا وأوكرانيا وذلك في إطار تعهداته لوقف الحرب مع ترامب ستنتهي حرب أوكرانيا وعد قطعه الرئيس الأمريكي المنتخب على العالم خلال حملته الانتخابية فهل يفي بهذا التعهد بعد عودته إلى البيت الأبيض؟ يبدو أنه بدأ بالفعل في التخطيط لكيفية تحقيق هذا المسعى مصادر مطلعة كشفت أن ترامب يدرس تعين مبعوث خاص للصراع بين روسيا وأوكرانيا منصب غير موجود حاليا في الإدارة الأمريكية لكن إذا ما تم إنشاؤه فمن المرجح أن يقع الاختيار على ريتشارد جرينيل لشغله هذا الاسم ليس غريبا عن المشهد السياسي الأمريكي فجرينيل كان مدير المخابرات الوطنية خلال ولاية ترامب السابقة ومن المعروف أنه يتمتع بمسيرة ديبلوماسية طويلة ولديه معرفة عميقة بالشؤون الأوروبية فبالإضافة إلى عمله سفيرا لدى ألمانيا كان أيضا مبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في سربيا وكوسوفو وفي حال لعبه دور الوسيط الأمريكي بين موسكو وكياف كذلك يتوقع مراقبون أن تثير بعض مواقفه حفيظة الجانب الأوكراني إذ سبق أن دعا إلى إنشاء مناطق ذاتية الحكم كوسيلة لتسوية الصراع بين الطرفين كما أشار إلى أنه لن يؤيد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب وهو موقف يتقسمه مع العديد من حلفاء الرئيس الجمهوري المنتخب وبالرغم من تداول الأنباء عن تعيين جرانيل تجنبت المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي تأكيد الخبر جرانيل من جهته لم يستجب لطلب التعليق على الفور وفي مؤشر آخر على بدء ترامب الخوض في ملف الحرب الأوكرانية التقى بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتو وبحسب مصادر داخل الحلف فقد ناقش الجانبان التصعيد بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب قضية الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو بين قضايا أخرى